وفي تصريح خاص لمركز الأخبار كدى الباحث والمحلل السياسي والخبير العسكري الدكتور فهد أشليمي أن قيادة مملكة البحرين الحكيمة استطاعت أن تقف ثابتة في وجه مختلف التهديدات والتحديات التي واجهتها وتمكنت بحكمتها وحلمها من تجنيب شعبها الفتن والمخاطر التي تحدق بها والله بطل القيادة البحرينية صراحة البحرين قادتها وأهلها أبطال هالهزات وهالهجوم اللي عليهم ثابتين ثابت قوي المواطنين حتى اللي كانوا مترددين قبل أدركوا أن ما لهم إلا قيادتهم الحقيقية وأن القيادات الزائفة التي تحرضهم على المظاهرات وضرب بلادهم وتدمير بلادهم وين هم هالحين؟ القيادة البحرينية حكيمة وهذا صبر على كتمان التسجيلات التسجيلات من زمان مخلينها يستحقون الثنى عليه ليش أقول لك حكام الخليج سياستهم هامسة كانت هذه موجودة التسجيلات لكن ما ظهرت إلا في الوقت المناسب لما قالوا أنهم هذه قير صحيح تدخلاتها فظهروها القيادة البحرينية جنبت الحقيقة البحرين فتنة كبيرة وخطر كبير قراراتها كانت دائما موقوتة وهذا مو مجامل عشانا بتلفزيون البحرين هذا الشيء لما تشوف امكانيات الدولة وتشوف التهديد اللي على الدولة شكبر تهديد إيران على مملكة البحرين تهديد كبير البحرين مستهدفة من قبل إيران إيران جندة إمكانياتها كلها ضد البحرين وتستخدم محور الطائفية من أبناء البحرين لتدمير بلدهم خذ بالك لكن أنا أقول للمجموعة هذه والله عندكم قيادة أنك لازم تشلوها على رؤسكم صبورة حط مجالات للحل قيادة الحقيقة تحترمها صراحة تحترمها تحترمها